صحينا النهاردة بشكل مفاجئ جداً لقينا الدنيا حر فأنا النهاردة لابس تي شيرت وحشوف لو حعرف أصور بيه فأنا شغلت التصوير ولكن حستنى ربع ساعة كده حشوف إذا كنت حبرد ولا لأ وبعدين حبتدي أتكلم أحيي أبرد إيه ده نعرقت موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سهلاً بكم في حلقة خاصة من فيلم جامد والنهاردة حلقة رياكشن ولكنها مش حلقة رياكشن لتريلر أو على الأقل مش لتريلر واحدة أنا الحقيقة مش عارف هي حلقة رياكشن لإيه بالظبط بصوا الموضوع باختصار أن ناتفلكس فاجؤونا النهاردة ونزلوا فيديو زمنه دقيقتين ونص تقريباً بيحتوي على أجندة الأفلام بتاعتهم في 2021 كلها للأسف أنا ندمان جداً لأن بمجرد لما شفت الفيديو ده فتحته والحقيقة هي مش غلطتي لوحدة هي غلطة مشتركة ما بين يوم وبين حد تاني بس مش حسلمه لأن الحقيقة لو كنت عملت حلقة رياكشن لأول مرة بشوف فيها الفيديو ده كتحت تبقى جامدة جداً بس المهم قبل ما ندخل في أي تفاصيل تعالوا نشوف الفيديو مع بعض وإحنا مش هنتفرج على الفيديو على بعض بقى لإني شفتوا بالفعل وفيه لينك ليه في الديسكريبشن لو عايزين تتفرجوا عليه من غير ما بقى أقعد لكم في الكورنر زي العمل الرادي كده أنا حوقف بس عند اللقطات اللي تهمني وبعدين حنتكلم عنها بالتفاصيل وبصراحة بما إني كده كده شفت الفيديو فمصلحة يعني علشان الأغنية غالباً حتجب لي كليم والناس بتوعلي يوتيوب فاهمين الهم اللي بيجي من وراها بس كده أظن إن إحنا جاهزين ويلا بينا مفيش حد في الدنيا بينفسه في خفة الدم إلا أنا الفورمات بتاعت الفيديو دمها خفيف قوي هو زي ما يكون سألوا كل الناس ديت هما ليه بيحبوا يعملوا أفلام وبعدين الإجابات بتاعتهم اتلزقت مع بعض وعملت تجربة فتح كلام كده ده هاردر دي فول لكيت ستانفيلد إدرس إلبا وريدجينا كينغ وأخونا الحج جوناثان ميجرز كمان موجود على فكرة الكاست بتاع الفيلم ده جامد جداً سواء اللي ظهروا في الفيديو أو اللي ما ظهروش زازي أوكتافيا سبينسر وميليسا مكارتي حيقضوها هياة في السنة دي سوبرهيروز وضحكوا كده هالي بيري وأول مرة على مقعد المخرج من خلال فيلم بروزد حاجة كده زي ميليون دولر بيب مثلاً لين مانيوال ميراندا وكذلك أول مرة على مقعد المخرج أعتقد أنه حيبقى ميوزيكل بكل تأكيد واسمه تيك تيك بوم مش هتبطله سرقة بقى يعني الفنان محمد سعد تعب في العنوان ده على فكرة أندرو جارفيلد حيغني ويرقص ويخربها ده كيسينج بو ثري لأ أنا كبرت على الحاجات دي خلاص كنا كلمنا عنه من زمان الفيلم ده ومستنيينه وأخيراً حنشوفه السنادي على ناتفليكس عم كريس أول ما رسمعانه هو الوردة تورموند ولا نبي تهيق ليه مش عارف ومين اللي مغمين عينيه ده حاجة عائلية ضريفة هي مع جينيفر جورنر واللي هناك ده اسمه إدجر راميريز صح إدجر راميريز صح روحت بسيت على IMDB الصراح جيسون مو مو سويت جور الفيلم الجديد بتاع زاك سنايدر مش عارف ايه فكرة الفلوس فيه بصراحة اللي عرفه ان هو فيلم بتاع زومبيز وكده خارج النطاق مين هو اللي خارج النطاق ده ده حينزل خلاص حنشوف حنشوف الكلام ده كله إحكاية حاجة اسمه كيت مش عارف إحكايته برضو حنشوف برضو ملكو من ماري التريلر بتاعته كانت عاملة قلبان على خفيف كده من كم يوم مش عارف برضو إحكايته مونستر ده موكسي حاجة في الكوميدي كده ده وايد تايجر متحمس جدا نشوف الفيلم ده بلاش متحمس جدا متحمس اشوف الفيلم ده الرحلة الشائية انا عايز اشوف الرحلة الشائية جدا انا عايز اشوف الرحلة الشائية دلوقتي حالا بيوتي بيوتي ده اللي هو بيوتي يعني اللي هو حاجة حلوة يعني والبت ديش يا بهرامي مالك ده ليه ريد نوتس ده فيلم الهابش بتاع السنة دي ماشي يا جماعة ماشي ماشي يا جماعة ماشي خش على التقيل بقى وصبروا معانا كده انا لما اتفرجت على الفيديو ده اول مرة تنحت في اللقطة دي ليو ميسي وجينيفر لورنس فيلم جديد بتاع ادم مكي العام القادم استعدوا لمشاهدة وما تلك الا البداية افلام جديدة كل اسبوع طوال العام 2021 هنحن قادمون وهنحن قاعدون يا نتفليكس لا ما تعليش علي اه يا جدعان نتفليكس في 2021 بتعد بفيلم جديد كل اسبوع وانا وصلتني ايمة الافلام هي اللي قدام حضراتكم على الشاشة دي مش عارف اذا كنت عملت حاجة غلط ولا لا بس طلعوا سبعين فيلم سبعين فيلم على تلتمية خمسة وستين يوم الحقيقة اكتر من مجرد فيلم واحد في الاسبوع وحاولت اتقص شوي عن الموضوع يا جماعة هي دي الافلام اللي بتتعرض لأول مرة مع الافلام اللي اول مرة بيجي عرضها على نتفليكس بس ممكن تكون تعرضت قبل كده في حتة تانية وقالوا لي لا دي افلام كلها بتتعرض لأول مرة على الاطلاق منها نتفليكس اوريجينالز ومنها افلام من ستوديوهات تانية ولكن حتتعرض لأول مرة على نتفليكس ومنها انتجات اوروبية ومن جنسيات اخرى كمان يعني انتو متخيلين مثلا ان وارنر برودرز قعدت تزلي فيهن على 17 فيلم حينزله في 2021 ام نتفليكس نزلالهم بسبعين وعلى ما يبدو افلام الربع الاول من السنة لها تواريخ بالفعل في الايمن اللي قدامنا يعني تعالوا نعدي عليهم كده عندنا اوتسايد دواير 15 يناير ده الفيلم القادم عندنا دواية تايجر 22 يناير ده الفيلم اللي بعده بينجوين بلوم 27 يناير فيس ازوفا وومن 7 يناير ده اللي عده خلاص دا ديج 29 يناير فبراير 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 فايندينج اوهانا 29 يناير بقولكم لا المعدل اكتر من مجرد فيلم واحد في الاسبوع كمان اي كير الات 19 فبراير مالكو من ماري 5 فبراير بس دول اللي مكتوبوا قدامهم فبراير ياس دي 12 مارس اه فهي القعدة مش كلها الربع الاول بتاع السنة هي بس شوية حاجات كده اتعرف لها تاريخ طبعا انا مش عايز اعدي على الليستة دي كلها على اي ام دي بي فححاول اعدي تاني على الليستة من الفيديو ححاول اركز اكتر على الافلام اللي شكلها من برا كده يهمنا ونبتدي بدا هاردر دي فول ده لسه ملوش تاريخ عرض قصة انتقام وسترن على ما يبدو المخرج بتاعنا جيمس ساميول كان في الميوزيك دي بورتمانت بتاعة جريد جاسبي والساونتراك بتاع لاف روزي فهو الخلفية بتاعته خلفية موسيقية بس كاست البطولة مرعب ادريس البر جينا كينج زازي بيتس لاكيت ستانفيلد جوناثان ميجرس تيل رويليندو موجود في ده هاردر دي فول كمان جميل جميل هات اللي بعضه الثناء الخارق ايه يا اوكتافيا حبيبتي عملا ايه ثاندر فورس هو ده بن فالكون جوز مليسا مكارثي يا جماعة الرجل ده مايعملش افلام بقى انا بحبه كممثل والله بس لما بيعمل افلام بتطلع التعبانة قوي المهم مليسا مكارثي اوكتافيا سبينسر مليسا ليو مافيش تفاصيل قوي عن الفيلم بس اه هو كوميدي سوبر هيرو كده وبتاع بروزد هالي باري حتخرجه وبتقوم ببطولته كمان هي موجودة في الكاست دي قصة امام ايه في فيتر عندها مشاكل وبتاع وابنها كان بعيد عنها وبعدين بيرجع لها وفي نفس الوقت بتحاول تحقق البطولة وكلام من ده يعني كويس 12 سبتمبر 2020 كندا اتعرض في تورنطو تقريبا تيك تيك بوم سبكي حيجرجاركم في المحاجة معرفش اذا كان تيك تيك بوم بتاعنا ده سبكي ولا لا لان مانيوال ميراندا الراجل بتاع هاملتن حاجة مأخوضة عن مسرحية فانيسا هودجنز اندرو جارفيل السيت اللي في الشباك السيت اللي في الشباك ده لا وانا فاكر صح كان فيه مين يا ربي كان فيه اسمه ايه جاري اولدمان صح احنا كنا فاكرين انه هو ده هيبقى الفيلم القادم بتاع جاري اولدمان وفيه مخرج جامد بس مش فاكر مين جو رايت الراجل اللي عامل داركست اوار واتونمنت وبتاعه هوريني الكاست كده عشان ما طلاش فيه جاري اولدمان حظ عالعيب عليك يا ابني عاليك لسه فيه زاكرة لسه فيه بقايا زاكرة جوليا مور ده موضوع جامد انتوني ماكي واو لو طلع فيه ميل ستيلر ابقى معدل مش بريتوريا يا لا هو مش موجود في ال هيبقى ايه بقى انتايتلد انبالي موفي وحاجات زي كنا ايه الهزار اللي بيحصل ده اسمه سبايدر هاد ماشي ميل ستيلر يا عمي يا عمي يا عمي عرفته من غير ما اشوفه يا عمي ايه بقى الحدوطة يا با بيحاجة خيال علمي يا اخوانا والمساجين بياخدوهم يعملوا عليهم تجارب وبعدين المضوع بيقلب حب الحكاية مش الحكاية ضرب وبين عليها ماشاء الله فده فيه مراته بتتقتل وبعدين هو بيحاول ان هو بيحاول ان انتقم وفي نفس الوقت اقراعي بنته الصغيرة وحاجات كدة وي و cargo يا عمي اور في الآن بتاع زاق سنايدر وانا متحمس للفيلم ده مليون مرة اكتر من اعادة المنتاج بتاع جستيس بيحب الرجل ده بتاع دلها الساموراي محس ان اوز اعلانا على طول بدون مناسبة ما عرفش اي حد تاني. وتحمصت اكتر عشان ما عرفش ولا حد تاني. اه فهمت الموضوع بتاع الفلوس. ده هو فيه زومبي اوت بريك وهم داخلين المنطقة. اللي فيها الزومبي عشان يزرقوا فلوس. حاجة في منتهى قلة الادب. حلو حلو. جماعة اول ما تلاقوني بتريدت استخدم السود ده تعرفوا ان انا سخنت مع الافلام على طول. اوت سايد ده واي. ده عايزين نجهاز له ده ده خلاص. على وشك ان هو يتعرض على تقول. من اخراج ميكايل هافسة اللي هي الحروف اللي عليها نقط. مش مفتوض يكون عليها نقط دي. يا الله برضو مش مهم. ايه ده لا ده عامل ال 14 اويد. حلو هو الفهم ده. اكشن ادفنتر فانتسي مش خرر. طيب. قولك في المستقبل القريب اه فيه اه طيار بيلاقي نفسه في منطقة الحرب ومضطر ان هو يتعاون مع روبوت علشان اه عندهم مهمة ان هما يمنعه هجوم نووي. هي السينما خربت من شوية. ده ده فاندام ده صح. هو ده يا اما فاندام يا اما نيك بوب بتعبرني انا معرفش حد تاني بيعمل البرجل ده. احيض اطلع فاندام فعلا. كيت ايه حكاية كيت ده. فيه مشهد بصرين جامد جدا من الفيلم ده. لا الفيلم الفيلم حضرتك ذات نفسه يعني مع كاميرو الاحترام لحضراتك وكلكم بس هو الفيلم ذات نفسه الاسم وكده. نجيبها من عموج. ايه جي كيت. بيقول القاتلة محترفة عند 24 سنة عشان تنتقم من اللي حيقتلها قبل ما يقتلها اللي هي بعد ما ماتت يعني. لا حولها ولا قوة ايلا بالله. منستر من بطولة جينيفر هاتسون وانا على ما يبدو على الشمال هو انت بس بتاخدوش بالكو مني يعني. منستر بس بدور على فيلم منستر بس لا مش بتاع لا ولا بتاع 2017 ولا بتاع 2004 انت مش مركز ما هي باين عليك. محمود مهدي. فين يا عم انت? الله? مش موجود هو في الحاجات. يا عم انت انت فين يا عم انت? جينيفر هاتسون. مش مش دهسون هاتسون. من موليد واحد وتمانين دي بتمثل من السبعينات. ده مش موجود فعلا. يعني هو اي ام دي بيه مخدش خبر بالفيلم ده. يعني احنا ما احنا هنعرف اكتر من ناتفلكس. يلا. بيوتي. رامي مالك. اخوانا والنبي بقى اصلها مش من قلة الاسماء يعني. ده ستوري اوف بيوتي. لا واني عمى. ولك واحد اسمها بيوتي المفروض انها مغنية جاية على الطريق. يعني واحد اسمها جازمين. زي ما تقول كده ماياش واحدة. بص يا حاجة نتفلكس قوي يعني. ريد نوتس. طبعا 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 من اخراج مايكل بي. يعني حيكون ايه بالزبط. ها ها قول. ها ها. اي طيب. روسم مخرجين لاسماؤهم ثلاثية دول بيقلون. سكاي سكريبر اه. سنترل انتليجنس. دادش بول يا بدن اللعيب. يا لأ ده جامد. راجل بتاع كوميديا يعني طب خلاص انا اشتريت. يلا شغلوه. دونت لوك اب. دونت لوك اب. احنا سمعنا عنه. عن الفيلم الجديد بتاع ادم مكايي بالكاست المرعب اللي موجود جواه بالكلام ده كله. بس كنت متصور ان احنا في مرحلة المفاوضات مع الناس دي. ما كنتش متخال ان هم ابتدوا يصوروا فعلا. دونت لوك اب هنا هو. تصنيفه كوميدي. اخراج والسيناريو الادم مكايي. الراجل اللي عمل لنا ده بيك شورت وفايس. ثنائي من الفلاكيين بيحاولوا يحذروا كل الناس على وجه الارض ان في مذنب عملاق حي يضمر الكوكب كله خلال ست شهور. بس بصوا على الكاست بقى ليوناردو ديكابري وجينيفر لورنس. الواد تيموتي الشلقامي. كريس طبعا انا متوقع ان الناس كتير قوي من دول حيبقوا ضيوف شرف وكده بس انا قابل. هو كلام جامد جدا ومحترم جدا طبعا بس اللي ست فيها رطش كتير يعني. عجبني جدا التنويع في التصنيفات يعني عندنا افلام اكشن. عندنا افلام وسترن. عندنا افلام رعب. عندنا افلام كوميدي. وخدوا بالكم تصنيف دونت لوك اب كوميدي. متوقعش ان الفيلم ده ممكن يتعرض قبل نهاية السنة خالص يعني. تريلر اثارة. فوردهول فاملي افلام عائلية كتير قوي. ساي فاي خيال علمي رومانس وماله ميوزيكل شغال دراما شغال. ده الموضوع اللي كنت بتكلم عليه فيلم وراجعة بتاعت بيسز اوفا وومن. ان وجود منصات زي دي هو طوق الانقاذ لتصنيفات كتير كانت قربت تندثر. مش عارف لو احنا بنبص على الليستة ممكن نطلع باي حاجة تانية ملفتة للنظر. there's someone inside your house. اطبعا ميونيخ ده انا سألت عليه يا جماعة ده مش ميونيخ بتاع ستيفن سبيلبرج ده ميونيخ فيلم ألماني حاجة تانية كل لها افلام جديدة. اوتو دي غالبا قصة حياة الارسنر. الافلام العائلية دي اللي هتبقى اكتر حاجة فيها ردش. rise of the teenage mutant ninja turtles. الف بركة. the guilty. الفيلم غالبا ده الرميك بتاع ده جيلتي اللي انا عملت له مراجعة. ده اللي هو بتاع جيك جيلنهال الكلام ده. بصراحة بشكل عام عجبني العرض. عجبني الكاتالوج. عجبني الاهتمام باستكمال الكاتالوج وطرحه فيه بداية السنة. عجبني ان احنا بنطلع على الافلام بعد ما بدأت تتعرض بالفعل. ومقبول جدا طبعا ان يكون فيه افلام كتير مش هتبقى مطيرة للاهتمام بالنسبة لنا. يعني من السبعين فيلم دول لو طلعنا بتلاتين مثلا يبقى خير وبركة. شعارف لو كان فيه حاجة تانية المفروض نستعرضها في الليستة دي ولا ايه الحكاية انا بصراحة فتحت الكاميرا وقلت ادوس معكم وخلاص وكمان مرة متضايق جدا ان احنا معملناش بالطريقة الكلاسيكية بتاعتنا. المرة الجاية لما حد يبعث لي لينك هسأله هو ايه الاول. بس كده ده رأيي وانطباعي هميني جدا اعرف اراءكم وانطباعاتكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنس. الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا وشيروا لايك للحلقة لو عجبتكم. اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول. تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو. وباي باي.